سؤال الأول الذي يتعلق بالنفط والطاقة وهو عن تصريحات الأخيرة للوزير المتعلقة بتاز ياسد والتي أذنى فيها على أداء هذه الشركة وتعاملاتها بعد أسبوعين من تصريح له هنا أيضاً انتقد فيه هذه الشركة فأي التصريحين ناسخ للآخر أنا ما أنا من ذكر شخصياً على أني انتقدت تاز ياسد أنا انتقدت اتفاق بين مونيتاني وتاز ياسد وقلت لك الاتفاق لأنه غير مرضي وله صالح مونيتاني اتفاق بين هنا تواقع الدولة وتواقع تاز ياسد هذا ما هو اتقاد التاز ياسد كشركة والله كاكين رأس الشركة هذا اتفاق معين انتقدت الظروف لتنفيذ هذا الاتفاق وما زلت على هذا الموقف مع طرفيشي خارج تاز ياسد كشركة تسير تشتقاله مونيتاني لحد يرى ويقيمه ويرى أداءها وليس قريباً لأنه لدينا هذا الاتفاق من أكبر شرايك العالم في هذا الميدان والعكس هو منتظر منها انتقدت انتقف عليها نفسك وتمشي مملي وتقارنها لأنه لدينا أداءها جيدة على كثير من المستوى لدينا أمور أخرى ما فرعاً لها لدينا أمور جيدة ويقال الأساس تعليق للمرة الماضية قلت أننا ورثنا اتفاق تازيات واتفاقيات أخرى ماهيب صالح مونيتان ولهم يتماشى مع المعايير الدولية هذا هو اللي قلت تكساه ترجمة نانسي قنقر